أولا بدون شك أن هذه الحادثة الأخيرة بالإضافة إلى الخلافات التي برزت حول الهدنة قبلها بما في ذلك مثلا ما كانت تنظر إليه روسيا على أنهم مماطلة أو تأخير أمريكي في التعاون أو اختلاق أسباب بالنسبة للولايات المتحدة كانت تتهم الحكومة السورية واتتهم روسيا بأنهما لم يقدم المساعدات وأنه كان الإنسانية لحلب الشرقية ولم ينفذ ما كان يجب أن يكون متفقا عليها على الأقل من قبل جانبهم وبالتالي فأن هذه الهوة كانت موجودة وقائمة ولكنها اتسعت كثيرا بعد الهجوم على جبل ثردة أو ثلت ثردة بالقرب من دائر الزور وبالتالي حيث التي أدت إلى مقتل ما يقال حوالي 82 إلى 92 جنديا كم عدد السوريين بينهم هل كان هناك بينهم روس بدأت تبرز بعض المعلومات أو بعض الأنباء لو لا أعلم مدى صحتها هنا بأنه قد يكون بين القتل بعض الروس أو بعض المصابين استهدفوا في هذا الهجوم وبالتالي فأن هناك أسباب موجبة للغضب ولكن أعتقد أنه في نفس الوقت التي توجد في هذه الهوة والفجوة إلا أنه في نفس الوقت أعتقد بأن هناك محاولات كانت هناك اتصالات كما تذكر بعض وسائل الإعلام الأمريكية بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي وكان هناك التصريحات التي تفضلت واشرتي إليها بأن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لتمديد الهدنة وأن الهدنة حققت بعض الأهداف ومن بينها تقليص العنف نعم نعم